هيا سنة رابع هذا اه كل ما هو كان متعلق كبشكل عام كمتوثيق المتطلبات بشكل عام في اي في اي سؤال للان في اي شي مش واضح في حاجة لغاية الان مش واضحة طيب مما انه ما حدش علق معناته ان الامور ان شاء الله بخير في معك بعد هذي بحاول الان احنا اتكلمنا بشكل عام وهذا كل اللي انت بتشير له بيثناء النظام في معك كمان يقول لك كمان من ضمن توثيق المتطلبات documentation of requirement is description of the tasks performed by the system without delivering into the method of implementing these tasks ايش معناته يقول لك انه توثيق المتطلبات هي عبارة عن وصف هاشوف توثيق المتطلبات ايش هي عبارة عن وصف للمهام التي يؤديها النظام دون اه دون الخوض او اه انه انك اه يعني بتركز اكتر في طريقة تنفيذ هذه المهام يعني لانه كيف تنفذ هذه المهام هذه بتكون بفصل analysis وانت بالdocumentation اكد في معاك فصل analysis ففصل analysis ابيينني كيف بنفذ هذه المهام لكن بشكل عام بالبداية وانت بتعمل فقط وصف لهذه المهام التي يؤديها النظام كمان يقول لك يتم الرجوع الى هذه الdocumentation او الcontract العقد لمعرفة موآمة التصميم للمهام والقيود والخصائص المتفق عليها يعني بالبداية والشابتر الاول اللي فيه الintroduction مثلا اني بقي اشوف هل نظامك حقق كل اللي انت عملته بالintroduction ما هو بانة انتقلت لك بالintroduction كمان بتحط فيها الاهداف اللي انت بتعملها لو تركز فأني اي شي انت عملت من بعد كتحليل ارجاع الاول وشوف هل الاول اللي انت عملته ينتبق بالتحليل كتصميم ارجاع الاول حلو التصميم اللي انت عملته هنا ينتبق اللي عملته بالintroduction وهكذا فبالتالي الدocumentation هذا بيكون فيه وصف لكل حاجة انت بتعمله ولكن مش in detail وصف فقط بعدين لما انت قلل الشابتر الثاني بتقول هل الشابتر الثاني عمل كل حاجة انتقلته قلت عليه بالاول ولا لا فلنالك يقول لك the most important of these tasks and characteristics are يعني بتكون كمتال يعني من اهم هذه المهام والخصاص بتكون كمتال اول شيء system contacts اللي معناته السياق العام للنظام لابد ان نركز عليه كمان اثنين requirement definition اللي تعريف المتطلبات الثالثة بارتس بينتس اللي الاطراف المشتركة بالمتطلبات يعني اي اي اطراف هذه كانت لها علاقة بالمتطلبات اللي على اساس انا عملتها وحددتها وكتبتها لابد انه كمان انتبه عليهم لانه انا اشوف هل المتطلبات عملتها بما يلائم او يناسب المستخدمين او لا واضح اعتقد هنا اه هالي الثلاث جدا واضحة واغلبها نحنا عملناها من شن من قبل في ايش من الكلام اللي قلت الان مش واضح هيا سنثال الرابع يا دكتورة بالخصوص التعميم والتخصيص وكذا انت قلت معك نظام يمسك نظام قم بتحليله طيب اذا هي المشكلة محتاجش اننا نسوي هذا كله يعني اول ما بديت استخدم النظام مقرد مستخدم عادي شعرت انه فيه حاجة غلط فيه مشكلة فيه صعوبة باستخدام النظام اذا قلنا فنركز نترك جانب السيكوريتي وخلينا نروح لجانب اليوزابيليتي سهولة قابلية الاستخدام وكذا سهولة الاستخدام طيب انا لما نروح لانت صاحب النظام يعني هو بنى نظام لا بأس فيه نقدر نقول لا بأس فيه لكن مهتمش بالواقهة طريقة تفاعل المستخدم وهذه الامور وهذه التفاصيل اروح اكلمه ايش اقول له بالضبط يعني ايش اروح اقول لي صاحب لهذا والان يشوف انه بنى شيء يعني شيء جميل شيء كامل الاوصاف بقول لك حاجة بقول لك شيء احنا نتكلم الان على software engineering صح معنات اللي بيستخدم النظام مش اللي عمل النظام لانه لو كان اللي عمل النظام انا مثلا محل فلو عملت نظام لي معناته النظام هذا بيكون معي اني فقط مش للبقية بالتالي هذا ما يكونش software engineering بيكون system analysis لانه انا عملته الحالي فبالتالي يمكن اروح لعنده وقول له مثلا لو وراك وانت الان لو انت تشتغل system analysis مش software engineering لشان يقول لك في مفاهيم كثيرة متشابهة مع بين system analysis و software engineering فلو عملت النفسي اروح اقدر اقول له يمكن فيه تعديلات وهذا مش محبت لانه اللي عمل النظام هو يقول لك قد انا عملت وانا فاهم محتاجش حد يقيع علمني لانه اغلب الناس اللي يعملون النظام لانفسهم يكونوا فاهمين شغلهم اصلا فميحتاجش حد يشتغل عليه انت بس بس تقدر تعلق على حاجة انتني لو كان حد عمل النظام هذا لحد اخر مش هو هنا بحيث انك بتروح للقهات الثانية وتقول لا انا يمكن اقيب لك نظام احسن من هذا النظام بس هنا ما يكونش software engineering يكون system analysis لانك بتحل قهة معينة لكن القهة الثانية ابو software engineering هنا لا مستحيل يكون واحد عمل النظام لوحده لانه team كبير team كبير اللي عمل النظام اكيد بيكون بشكل عام لقهة المؤسسة الاكتر من قهة فبالتالي انا روح للقهة ولا المؤسسة اشوف حقهم النظام اكون لهم اني نظام جديد قبل ما اكونه اعرض الفكرة اعملش في مقترح مش حين نقولك اعمال مقترح proposal عدك ما سويتش تعمل مقترح والمقترح هذا كمان تفصل فيه اش من اش تعمله وتحاول تبين اش الفرق ما بين حقه ومن ثم اللي بتعمله فعمل مقترح زي الناس وقدمه بعين للمدير لدلك انا قلت لك للمحاضرة الاول للهير منجمين الادارة العليا اي حد روح الادارة العليا وقول له هذا نظامك وشتغل كده كده هل تحتاج حد يطورك وهذا البروبوزل حقي بتقبل ولا لا اذا قلت بتسوي مع العقد ما قبلش خلص وضحت الفكرة البروبوزل لما قلت تكتبه رجعت لي المستخدمين رجعت لي الاشخاص اللي استخدموا نظام وقهوا الصعوبة فيه اكيد اكيد لانه انت ما بتعملش بربوزل الا لما تفهم النظام الحالي كيف جالس اشتغل تملك قضي شوف ايش الفرق لما تعمل بربوزل وتعمل وهذا كنت اتوقع انه حد تسألني للسؤال شوف لما تعمل بربوزل انت شوف هالحاجة اللي احنا قلنا نقولها هذي كلها يمكن تعمل بربوزل ولكن مش حل كامل يعني وصف المشكلة ايش المشكلة ايش بعمل واش بسوي وانت عارت مولا عملت حاجة هذا ممكن اقول لك بربوزل اللي عمله بالاول معلش بس حاول انك تقنع تيه صاحب الجهة انه حقك البربوزل من احلى ما يكون اضافة انك حتى بتقول لك كما السعر واذا اذا طلع السعر النغال انت بتجيبه تقول لشوف انا قلت لك اخرى لذلك انت كأنك بتعمل ترويج لحقك البربوزل وتضف فيه كل حاجة هذه بشكل عام معدت ما بديت اذا هو اوكي وقلت ما عليش اا مشي اذا ما انكبرش انت بتروح لحد ثاني وكمان تقنعه او تحاول اذا ارتفض من اكثر من قاب بترجع مرة ثاني ما بينك بين نفسك وتحاول تدور تعديلات اخرى للنظام لان انت الان مش كل الناس وبدت نحن باليمن مش كل الناس بيقول عندك وقولوا لا تشتغل لنا الشيال فلاني وبدت لما تكون عادة ببداية شغل عادة الاكسبرينس مش موجودة فاحييرا في ناس قد انشهروا وقعي يقول لهم الشغل عندهم لكنت عارق قاس تدور الشغل في التالي حاول تجيب حاجة فيها تميز وقلت لك صفتور مش انت وحدك اللي بيشتغل تيم كبير بيشتغل معك فبعدها اذا البربوز الاوكي واتفق عليها ها اسمعكم اذا كنت اذا كنت بعمل نظام القيام معينة اذا كنت بعمل نظام القيام معينة والشركة معينة والشركة هذي معينة اكثر من فرع هل هنا اعتبروا صفتور انجينيرينج ولا اعتبروا حليل تصل للنظام اكيد اكيد لو هو اكثر من فرع حتى لو كان فرع واحد حتى لو واحد فرع مدام انت بتعمل لهم المشكلة تحلى لهم بشكل عام للنظام هذا والمؤسسة بيكون صفتور انجينيرينج تمام شوفوا انا شوفكم شوفكم لكم شوية متخبطين شوفكم شوية متخبطين بحكاية سيستم انليسيز وصفتور انجينيرينج لو كان لقيها واحدة شوف احنا متخبطين اكثر من فرع كيف سوفتور انجينيرينج كمان ديها واحدة ولكن نعم ايش معناته بشأن اوضح لكم شوية اللبس لما انت قل ديها واحدة واني بعمل سوفتور انجينيرينج معناته مثلا مثلا لو عمنا حق المخازن انا بحل المشكلة شركة مثلا خلينا نقول شركة مش الشركة هايلسايد لانه في معاها اكثر اي شركة بغض النظر يكون معاها فرع واحد وهذا يحل لها مشكلة المخازن بحيث ان لتحل المشكلة المخازن لهذه الشركة يمكن للشركة هذيك يمكن للشركة ثاني يمكن لشركة هايلسايد اللي ابو فروع يمكن لمخازن مش شركة لمخازن مدرسة يمكن لمخازن مستشفى هذي اللي نقصد لك فيه العام تعملكم قصدين ويمكن انت كمان لما لش انا قلت لكم اعمل المشاريع مش لا انني تقعبكم زي مننا في الباقين اللي يقولوا ولا شي بس انا شفتي انه ويمكن كنت انا اقدر الغي عليك المشروع وليش عاد بتقعب نفسي بالله وقل لك واغلس اقرأ معاكم واتابعكم اول بول كبه الهدف لك انك تفهم يعني عني عن نفسي يقول اسهل لي انني اقول لك يلا تعال بالامتحان زي ما عمنا حتى قبلكم حقا اللي كان المفاهم لغات البرمجا امتحانهم 150 وانا في شي بس انا كان قصديني ما امتحنكش اول شي كل الدرجة كلها عن امتحان هي قد تهبب انا يمكن بنصف يساعدك فيه اضافة انك بتشتغل بتتعلم مني فبدل ما يعني كده كده بتابعك اول ما اول مع انه كان بالنسبة للي يريحني انني اعمل لك امتحان وتخارج ولا قلس اقرأ وعدل واقول لك سوي وترك فتعمل لي هدى كان فيه غناء عنه بس كم قصدي انه الاقل تستفيد من المادة اكبر قدر وحتى اني لما اشرح لك الان نظلي 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 يمكن تفهم اوكي بس بعدين تنسى فالحق اللي ما طبقتهاش بالقانب كقانب عملي فمش معنات انه لا والله قصدها اني تتعبنا وانحنا معناش وقت مش عارف ايش اني قصدي ولا اني قلت لقي بلي حاجة اكسبرت انا عارفة التدريس بجامعة التعز وعارفة الوضو وعارفة وضعكم وعارفة التدريس وعارفة وضع المعامل ففاهم الشي هذا كله يعني حتى لو قلت لي حاجة ناقص وانت فاهم على الاقل تتعلم حاجة ولا ما فيش طيب اه زي ما قلتنا اه 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 كنت تتكلم قبل السؤال والله نسيت فطيب لحد الان اوكي واضح ما فيش اي سؤال عاد في اي سؤال قبل ما انتلق اللي بعده طيب نقي على حاجة تسمى اللي اللي هي اقدر اقول السياق العام للنظام بشكل نعم هنا يقول لك one of the problems that arise in developing in a software system is a misunderstanding شوف فيه misunderstanding بالموضوع بين من ومن between the institution or administration اللي هي اللي هي يعني قد يقول لك مشاكل بتكون بتسوء الفهم اللي كان ما بين المؤسسة واللي بيقوم النظام فهنا المساندرستاندنج هنا قد يودي بمصائب فهي ممكن أنا مش فاهمهو اشيش تمني اروح اعدل حاجة ودأ شرنا لها من قبل اروح اعدل على حسب ما افتهم لي اروح اجيب له هي تغايض لان احنا اخذنا من وقته وكمان قد بدأ يمول المشروع والاخر ما قبت لهش نفس الجعبه وهذا بسبب يا اما كانت مستعجل يا اما بسرعة لا المفروض اخذ وقتك اسأله والحاجة كمان بعدها تقول انت قصدك كذا كذا حتى هذا الشي اختخدمه معكم لما حد يسألني اي سؤال مثلا هنا اقول انت كان قصدك كذا بحيت افهم هل هذا سؤالك ولا لا مرحش على عقل وخلاص افتهم لي يمكن افتهم لي سؤال ثاني انو رد عليك حاجة ثانية فاربشك اكتر لا اني كلما بتجيب لي اجاوبك وبالي انا فهمها الاجابة هي كذا على انت اللي تشتو ولا حاجة ثانية لانو الحين قد تكون بوادي واني بوادي اخر فهذه لابد اني كمان اركز عليها النقطة الثانية يقول لك دائما اللي تربط سواء كان النظام المقترح وكمان مع المستخدمين او نظام الحاسب والانظمة الاخرى اللي انت بتستخدمها يجب ان تكون فيها يجب ان تكون موثقة واضحة ايش معنى موثقة انت عملت هذه العلاقة كتبتها وهذه اللي انا قلت لك كمان اعملها بالانترودكشن عساس لما تكون موثقة بحيث اني لما كتب بالبروبوزل شوفها وهذه النقطة كمان انت بتستفيد منها انا كتبت بالبروبوزل عرضته على الشركة الشركة قلت لي اوكي هذا اللي نشتي منها ووقعت عليه وتم اعتماده انا طبعا اشتغلت حسب البروبوزل يجي يقول لك بالمدير لا انا كان طالب منك حاجة ثانية تقول له هذا البروبوزل اللي انت اللي انت قلت عليه فيكون حاجة عندك موثقة بحيث ان ما تخليش حاجة يغالطك مش يقول بعدين تغير لا كل حاجة موثقة فشوف مثل الدليل واللي معاك الاثبات اللي معاك بحيث انك مثلا حتى مثلا بعضهم يطلبوا مثلا اجر فبالتالي يقول لك بعد ما تشتغل الشغل يقول لك لا مش امكاني لو في معك دليل خلص ما حاجة يقدر يقول عليك حاجة وهذه النقطة صراحة بعدين بالاخيرة اللي كنت اطلبها قابولي اقل وفي ناس عاد مقابوليش اقل وفي ناس رفضوهم باللحظات الاخيرة وهذا بسببت انني ما وثقتوش ما قبتش الدليل انت اي حاجة بتوثقة وخب حقهم التوقيع علي بحيث انك تأمن مستقبلك يعني تأمن حالك من حالك احتهم لك احتهم النقطة هذي ولا لا هذي رابع من شاء الله طيب النقطة الاخيرة يقول يستحسن تمثيل العلاقات على شكل مخططات هذي المخططات تحدد العلاقات ان يقصد بهذه النقطة لما تعمل بالداتا بيس مش انت تعمل العلاقة ما بين طبعا العلاقات مش ولا بالداتا بيس بحاجتين الالجورثم والداتا بيس الالجورثم اللي تحدد لك العلاقات بالداتا نفسها والالجورثم اللي تحدد لك طريقة حل لك للمشكلة كيف تكون والعلاقة ما بين المشكلة